هل المغرب مقبل على تحول في المجال الطاقي؟ سؤال بات يتردد كثيراً ويستمد راهينيته من الأنباء المتواترة حول وجود مواشرة إيجابية على اكتشاف وشيك للذهب الأسود بالمغرب وزير الطاقة والمعهد والماء والبيع عبدالقادر عمار الذي حل ضيفاً على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء حول الموضوع قال إن المغرب بصدد الانتقال من بلد حدودي إلى بلد واحد في المجال الطاقي الوزير أكد أيضاً أن المغرب يشهد تحولاً طاقياً حقيقياً هدفه تقلص التباعية الطاقية للمملكة إلى حدود 85% بحلول 2025 إذا مشيناً من 2008 إلى 2025 تباعية الطاقية ديالنا غدي تمشي من 97% هدفه تنزل التال 85% ديالت تقديرات اللي كاينة الحصة للغاز الطبيعي غادي تنتقل من 3.6% قريباً إلى 13% وحصة الطاقة المتجديدة ستنزل من 40% إلى 14% وحصة المواد البترولية ستنزل من 61% إلى 46% وحسب السيدة عمارة فإنما يقارب المائة مليار درهم ستستطمر في المجال الطاقي بالمغرب بحلول 2020 وسيستطر تهزيز البنيات التحتية الكهرومائية بالجزء الأكبر من هذا المبلغ من 2014 إلى 2020 سيكون تقريباً في حدود 200 مليار درهم ديال الاستثمارات تنقل تقريباً 200 مليار درهم أساساً سيكون فيها تقريباً 180-290 مليار ديال الدرهم مرتبطة بالبنية تحتية الكهربائية وزير الطاقة والماء والمعدن والبيئة كشف أيضاً عن قرب الإعلان عن الاستراتيجية الطاقية الوطنية في الأيام المقبلة بالنسبة للغاز الطبيعي أنهينا بشكل تقريباً نهائي خارطة الطريق التي تتعلق بإدخال الغاز الطبيعي وسبق وقلت هذا الأمر تبع الحلغة يقولون لي الإخوة والأخوات رجال إعلامة الإعلان عنها قضيات ستأخذ بضع بعض الوقت لكنها بسبب لنا خارطة الطريق المتعلقة بإدخال الغاز الطبيعي للمغرب أنهينا أما على صعيد نجاعة الطاقية التي يجري الاعتاد لوضع سراتيجية وطنية لها فإن الاهداف التي يجري تداولها حالياً وفق الوزير تتمتل واساساً في احتمال اقتصاد 55% من استهلاك الطاقة في قطاع النقل بحلول عام 2030 واحتمال اقتصاد 24% من استهلاك الطاقة في قطاع البنايات و17% في قطاع الصناعة كما يمكن أن يساهم قطاع الفلاحة والصيد البحري في اقتصاد الطاقة بنسبة 5%